اذهبوا جنوبا وبعد ما يفضي وهو ده اللي بيحصل فعلا من الشمال لغاية محور صلاح الدين يفضي المنطقة دي ويتعامل مع حماس او هكذا يتخيل يعني هيروح بعد كده علشان يضربهم في الجنوب تشوفوا بقى في خان يونس وقرب رفح عندنا وكل هذه الامور انتوا شايفين المشهد ده ازاي المشهد ده لم يهز احد لم يهز احد لم يحرك احد ماهو دول لو كانت يعني مش عايز اقول كلام عنصري ماهو دول لو كانوا راجل خد القطة بتاعته ومشي شايفين الناس اللي على العجل ده فيه واحدة جايبين لقى صورة شد عيالها بحبلين من وراء على الارض ناس حافية عريانة ازاي بيتعمل فينا كده ومش عارفين نعمل حاجة ازاي ازاي العالم ما بيعملش حاجة انت شايفين المشهد انت شايفين الناس ازاي ده بيجرى ازاي قابلينه على نفسنا اتفضل اتفضل جايز عيال يقع ما تحسش ما تعرفش بصراحة انا مش مستني مظاهراتكم يعني تقول لي في امريكا طلع ما يطلعوا ولا يعملوا في لندن مظاهرات ولا يفرق معايا مظاهرات ايه جنب الدم جنب الوحشية جنب الجريمة جنب الشيء اللي اللي يمكن استعابه حد فيكو شاف حاجة زي كده يعني مع احترامي لاخواننا في اوكرانيا هو ايه كان ظهرة الظهرة في اوكرانيا يعني ايه الشيء اللي دايق قوي لما عدوا الحدود وجابوا لهم الوجبات الساخنة واستضفوهم في البيوت مش هو دا كان اكثر شيء حصل اسوى شيء حصل انما ولاد العرب الفلسطينيين البنت دي بتعيط بتقول لهم مستشفى الرانتيسي محاصر بالدبابات مستشفى مفيش حد يعرف يكلمهم مفيش حد يرفع السماعة التليفون على الحيوان بتاع اسرائيل دا محدش يعرف يقول له كفاية ولي دالي